اهلا بكم يوافق الخامس من ابريل اليوم الدولي للضمير في نسخته الاولى وهو اليوم الذي اقرته منظمة الامم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بهدف تحفيز المجتمع الدولي على نشر قيم السلام والمحبة والتعاون الذي يسهم في تحقيق عالم آمن ومستقر وحول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في استوديو برنامج حديث اليوم الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو ايضا سيكون معنا في الاستوديو الدكتور بدر عادل محمد استاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين سيكون معنا ايضا ولكن عبر الهاتف الاستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ايضا وعبر الهاتف سيكون معنا المحامي عمار الترانجة امين سر مجلس مناء مركز المنامة لحقوق الانسان تجسد مبادرة اليوم الدولي للضمير الذي يأتي استجابة لدعوة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه تجسد ما تحرص عليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الاسهام بشكل فاعل في كل ما يعزز السلام العالمي كهدف سام يوفر للأمم والشعوب الظروف اللازمة للمضي قدما في مشروعاتها التنموية وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت في الخامس والعشرين من يوليو من العام الفين وتسعة عشر مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين باعتماد يوم الخامس من إبريل من كل عام يوما دوليا للضمير وذلك استجابة بالمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتجيين اليوم العالمي للضمير في إنجاز أضيف إلى سجل مملكة البحرين في دعم السلام وقد نالت مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الإشادة الأممية باعتبارها أداة لحشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن كونها القيم الأساسية ذاتها التي يتبناها تحالف الأمم المتحدة للحضارات بهدف بناء مجتمع عادل وسلمي ومتكامل وبكونها خطوة هامة نحو عالم يخلو من كل أشكال الصراعات والنزاعات إن اعتماد الأمم المتحدة مبادرة سمو رئيس الوزراء الموقر الخاصة باليوم الدولي للضمير يشكل امتدادا لجهود سموه لتحقيق السلام وتعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين وللمنطقة والعالم كما أن المبادرة تشكل إضافة إلى إسهامات وإنجازات سموه في كل المجالات كما تعكس ما تحظى به شخصية سموه من ثقل ومكانة دولية تقديرا لمبادرة وجهود سموه الداعمة لإرساء السلام أهلا بكم من جديد وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور هاشم حسين والدكتور بدر عادل مساكم الله خير مساكم الله بن نور شكرا حضوركم بابتلي معاك دكتور بدر مبادرة الضمير العالمي التي تفضل بها سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قبل عام تم الموافقة عليها والأخذ بها طبعا نظرا لما تتمتع به من حس إنساني وجوانب تعود بالنفع على الكل يعني من أين تبرز أهمية هذه المبادرة دكتور؟ اسمح لي في البداية أن أهن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ولي العهد الأمين صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد بعودة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان إلى البلاد ومن عليه الله بالشفاء ونحمد الله سائلين الله المولو عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية فيما تعلق بسؤالك مبادرة حقيقة مبادرة صاحب السمو الملكي هي مبادرة كانت للأمم المتحدة وهذه المبادرة كانت تهدف باعتبار الخامس من إبريل هو يوم عالمي للضمير لتحفيز المجتمع الدولي على القضاء ومنع انتشار الحروب وعيضا تسوية المنازعات بوسائل سلمية طبعا هذه المبادرة تلقتها الأمم المتحدة الجمعية العامة تحديدا تلقتها وتم الموافقة عليه في الجلسة الجمعية العامة الجلسة 73 وتم اعتمادها بمشروع تقدمت به مملكة البحرين وتم الموافقة عليه هذه المبادرة تهدف إلى منع هذه المنازعات وحل جميع المنازعات بوسائل سلمية عن طريق التفاوض وعن طريق الحوار أيضا حتى نعطي للأجياء الجيل أنه نعطي أنه يقوم بعملية يعني أن يكون هناك يندمج في عملية التنمية وأيضا هذه كلها نتيجة أن المجتمع الدولي اليوم تناسى والهدف من هذه المبادرة تناسى عملية أن اليوم الضمير العالمي يأن من ويلات الحروب والصراع وهذا ما المفترض أن يعمل نسمه موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للصدر 1948 وهو أكد على الإخاء والمحبة بين الشعوب وأنهم خلقوا جميعا أحرارا متساوم في الكرامة الإنسانية نعم وحل النزاعات بطرق سلمية ووقف الحروب تبرز أهميتها يمكن في هذه الأوقات التي نمر فيها الآن وشيء بشيء يذكر كما يقال بأن حتى الأمم المتحدة تقول بأن قد تكون بؤرة الانفجار القادم لكورونا منطقة الشرق الأوسط لوجود مثل هذه النزاعات لأن بغياب الأمن ومثل هذه النزاعات لا يمكن لا تحقيق تنمية ولا الحفاظ على صحة الناس ولا كرامتهم ولا أي شيء من هذا القبيل دكتور نعم حقيقة يعني إحنا في جواحة اليوم كورونا نجد أن عملية الدعوة إلى السلام وثقافة السلام هي يجب أن يكون المبدأ الأساسي للشعوب لا تقوم على العنف والكرهية وهذه المبادرة تصب في هذا الأمر لأن إذا وجود هناك الأمن وهناك سلام عالمي في هذه المبادرة يعم على الجميع بالخير ونفكر في مجال التنمية أكثر من مجال الحروب والتي تنعكس على التنمية المستدامة وتوقف عجل التنمية المستدامة كما يتعلق بالتنمية دكتور هاشم كيف يمكن أن نربط هذه المبادرة تحديدا بأهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالسلام والتنمية الاقتصادية حقوق الإنسان وما إلى ذلك بالحقيقة يعني أنا أفتكر برنامج اليوم هذا مهم جدا أنا كمسؤول أو موظف أممي طبعا نواجه كثير من التحديات تحديات لا علاقة بالبيئة تحديات لا علاقة بالسلام والتنمية المستدامة لكن في هذه الأيام نتكلم عن جائحة الكورونا التي هزت العالم يعني من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال وإلى آخره لكن أعود أقول احتفالا لأنه أيضا يجب أن نحتفل نعم اليوم بنحتفل باليوم العالم للضمير اللي هو انبذغ من فكرة والتجربة العميقة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان في تجربته العملية في التنمية في البحرين وفي المنطقة العربية وأيضا طبعا وصلت إلى العالمية لو نربط يوم الضمير العالمي بأهداف التنمية المستدامة أهداف التنمية المستدامة من الأساسيات هي الثلم والأمن هي التنمية بشكل العام كانت التنمية الاقتصادية التنمية في التعليم التنمية في الصحة التنمية في السكن إلى آخره وحقوق الإنسان يعني لو ربطنا هذه بيوم الضمير عظمة الأمم المتحدة وبعد ذلك الأمم المتحدة هي نشأة كان لتجنب الدول من ويلات الحروب وأنه يعم السلام والأخاء بين شعوب العالم بعد معاناة حربين عالميتين متتالية نعم فكانت عظمة الأمم بعد ذلك انبثقت بشكل أقوى منظمة الأمم المتحدة وهي أساسة لتجنب الحروب والويلات نتكلم حروب وويلات لكن جائحة ومصيبة مثل الكورونا أيضا هي حرب حرب على هذا الوباء ومن قلنا الحروب كانت تتم بين دول بين أقاليم لكن هذه حرب مست كل سكان البشر في أرضنا لذلك يوم الضمير العالمي هو أنه الإنسان كفرد الإنسان كتكوين لمجتمع الإنسان كتكوين في دولة ما أنه هذا الضمير يجب أن يحس أنه هذه الأرض منذ خالقها هي يجب أن نقوم بإعمارها إعمار الأرض هذا هو إحنا كمسلمين هذا واجبنا هو إعمار الأرض إعمار الأرض معناته يجب أن نحافظ على البيئة يجب أن نحافظ على تنمية الإنسان يجب أن نحافظ على التنمية الاقتصادية فسؤالك هو عملية الربط هي كيف أنه الضمير الإنساني لا يبحث فقط عن شخصه كإنسان لكن كمجتمع وللأسف يعني أنا أقول أنا برضو كخبير أممي اللي نشاهده اليوم في هذه الفترة أنه بدل ما الدول تتكاتف وبدل ما الدول سياسيين من هذه الدول يتكاتفون لحل هذه المشكلة اللي هي تداعياتها ستكون كثيرة جدا وجدنا أن كل دولة غلقت على نفسها وحتى اتحادات من الاتحاد الأوروبي أو حتى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي ولايات اتحادات فدرالية نعم صارت أن كل دولة تغلق على نفسها وكل دولة تحاول تقول لا أنا بس أنا بنفسي وبمواطني ولا خيري الأسوأ دكتور ونحن نتابع ربما ونستذكر الضمير الإنساني أو العالمي أن تستولي بعض الدول على شحنات يعني طبية تذهب إلى دولة ما تستولي عليها دولة وحدثت يعني آخرها إسبانية تحدثت عن قيام تركيا بالاستلاء على بعض الشحنات من أجهزة التنفس وغيرها اليوم نحن محتاجين لهذا التكاتف في إطار الضمير العالمي نعم الضمير الضمير اللي يبتدي بالإنسان يبتدي بالفرد يبتدي بالمجتمع يبتدي بالدولة يبتدي بالمجتمع الدولي فلذلك يعني سبحان الله النظر الصاقبة للصلاحة بالسمو الملكي الأمير الخليفة أنه كان عنده هالنظر الصاقبة يحس المجتمع الدولي بالضمير وذي ما قلت أنه الضمير الضمير هو يمنعنا أنه الاحتداء على الغير الضمير يمنعنا من الحروب الضمير يمنعنا من التمييز والعنصرية ثم أكيد نجي إلى التنمية التنمية العادلة التنمية بين كل أفراد المجتمع التنمية بين الدول وليس أنه نسرق أو أنه زي ما صارت بهذا الشكل استيلة على مقدرات نعم وأنه أنا بس أحاول أنه أنا أحمي مجموعتي أو أحمي أو أحمي الدولة وهذا يناقد كل مبادئ الأمم المتحدة صحيح لأن الحروب لما جاءت تمت بهذه الطريقة تمت أنه أن الدول تحارب على الاستيلاء على الاقتصاديات معينة وإلى آخره ووجدت البشرين أنه هذا لا يفيد وبالتالي الآن في هذا زمن الكورونا نجد أنه التاريخ يعيد نفسه لكن كيوم عالمي مثل الضمير يذكرنا دائما أنه الضمير هو مستقبل وهو مستقبل إعمار الأرض بإذن الله ولأنه لا يمكن لدولة وأمه أن تنجل حالها بالتكاتف الجميع ربما هذه هي الدروس التي يمكن استخراج منها وهي النظام العالمي قائم على الشراكة النظام العالمي هو قائم على الشراكة وقائم على السلام والويام وليس المنازعات وهذه الهدف الذي هو منها هذه المبادرة أن أوقف الحرب أوقف المنازعات التي لا تقوم على الحل السلمي هذه نظرة صاحب السمو الملك في هذا الأمر أن الإنسان هو محور عجلة التنمية ويجب الاهتمام بهذا المحور لا يجب تدمير هذا الإنسان فبناء مستأفضل أفضل لا يأتي إلا عن طريق هذه إحياء الضمير ونزعة الضمير لدى المجتمع الدولي ومن ثم لدى الأفراد فلذلك هو يدعو جميع المنظمات العالمية والأممية ومنظمات المجتمع المدني بإعلاني يوم الخامس هو يوم للضمير العالمي لنوقف الحرب لنوقف النزاعات حتى نبني مجتمعاتنا مستقبلا وهي مترابطة يعني نحن نتكلم على سلم وأم أول شيء ومن بعد نتكلم على تنمية وتنمية مستدامة ومن ثم نتكلم على حقوق الإنسان يعني حقوق كل فرد في هذا المجتمع الدولي أولا نؤمن السلم والأمن ثم التنمية بكل أشكالها صحيح والتنمية من دون تمنيز وبعدالة تحقق حقوقيا يس حقوقيا لكل فرد طبعا أنا أتكلم مثلا كمسؤول أممي نحن كأمم المتحدة خلني أوقفك هنا لو سمحت نعم ونرجع لهذه الفكرة ويرأي تحتفظ فيها نعم مثلا عوز أذكر هنا كلمة بس كلمة واحدة يعني إحنا كأمم المتحدة نمشي بقرارات الدول نعم وبحكام وثياسات الدول هم اللي يضعوا الاحتبارات ويضعوا القرارات إلى الأمم المتحدة نعم نروح إن شاء الله للاتصال ونعود لمزيد من التفصيل في هذا حيث تنضم إلينا سعادة الأستاذة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الخير أستاذة ماريا بصفتك حقوقية كيف تقرأين مبادرة سمو رئيس الوزراء الموقر بتخصيص يوم للضمير العالمي تحياتي طبعا للجميع في هذا اليوم وكل يوم طبعا هذا اليوم هو له أبعاد إنسانية كثيرة ولا شك أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أكرر له أبعاد إنسانية كثيرة أولها هو ترجمة لأهمية وجود ثقافة للضمير أبداعي للسلام والتكاتف الإنساني أيضا له أهمية لأنه يرسي السلام بين الناس وبين الدول ومن وجهة نظر حقوق الإنسان هناك أهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن والاستقرار في أي مكان في العالم وأن تأتي هذه المبادرة من صاحب السمو لهو مفهوم دقيق جدا إنساني دقيق جدا حيث هنا البحرين وكلنا نعرف أنها منذ القدام كانت منبعا ومقررا لتعزيز قيم السلام والتسامح والتفاهم والوئام بين الشعوب وبين الناس وإذا أزيد على ذلك هذه المبادرة تتناغم مع الصكوك والمواثيق والعهود الدولية الداعية إلى إرساء مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ونبذي عنف وكره الطائفية قفوا يعني نبذ الكه والكراهية والطائفية وهذه كلها تحاصل على الأمن المجتمعي ولا تأتي إلا من ضمير إنساني يعقص قدرة الإنسان على إدراك المبادئ الرقية نعم كل الشكر والتقدير لكي لأستاذة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا أعود لك الدكتور هاشم وكنت تحدث بأن أنتو كأمم المتحدة تقومون يعني أو ما تقومون به هو نتاج ما تقوم به الدول بقوانينها وما إلى ذلك لذلك أعود به إلى مقام به صاحب السم الملك رئيس الوزراء الله يحفظه وإنجازات الحقوقية التي تحققت على الصعيد الوطني كيف ساهمت أيضا على الصعيد الدولي بتحقيق مثل هذه الإنجازات أنا طبعا لو أتكلم بإسم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أو عبر المركز العربي الدولي ريادة الأعمال يعني نبرز كثير من إنجازات صاحب السمو في البحرين وفي كثير من دول العالم في البحرين البحرين أول دولة في المنطقة العربية أنشأت مركز لتنمية مقدارات الشباب في التنمية الاقتصادية هو مركز البحرين للصناعات الناشئة والذي افتتحوا صاحب السمو الملكي في بداية كان سنة 2001 تقريبا 20 سنة نعم 20 سنة وهو أول مركز كامل متكامل لإنشاء المساريع الصناعية الناشئة في الوطن العربي وأصبح هذا المركز هو كشرين أو كقبلة ليس في المنطقة العالمية لكن من جميع دول العالم أنه يجوا يشوفوا كيف أن هذا المركز قدر يمكن الشباب بشكل العام أصبح يطلق عليه النموذج البحريني البحريني نعم نعم وأنا أذكر في ثلاث 2007 كان أول 20 شاب وشابة بحرينيين أول شابة كانت ترساد نموذج جناحي اللي وصلت موجوداته من تفوق المليون دولار واستقبلهم صاحب السمو واستقبلنا جميعا صاحب السمو الملكي وعزز فكر ريادة الأعمال كان في وقتها فكر ريادة الأعمال في المنطقة العربية وفي العالم مفهوم جديد ناشئ لكن عزز وإحطاء الثقة للشباب اللي هم طبعا ودي كان أيضا جاي من البرنامج الإصلاحي جلالة الملك اللي هو إحطاء الدفة الاقتصادية إلى الشباب جاءت تمكن وأخذت بهذا المراحل الأكبر فأنا عودت أنقل يعني وأبرز فكر صاحب السمو في جميع المجالات احنا تكلمنا على السلام أنا بنتقل إلى التنمية التنمية المستدامة هي عبر تنمية الشباب تنمية مقدارات الشباب إيجاد وظائف عمال إلى الشباب لكن لازم تكون برؤية واضحة ولازم تكون تضاف الجهود عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في العشرين سنة الماضية كان دور صاحب السمو له دور مهم جدا وكبير جدا في تعزيز الثقة في الشباب طبعا عن طريق كل الجهات التنفيذية كل الوزارات وإلى آخره ومن ثم انتقل هذا النموذج للعالمية وبدأنا في 2015 أول منتدى عالمي لرواد الأعمال كان هو من فكر صاحب السمو وأسس في البحرين وهو المنتدى الوحيد العالمي برعاية أممية لرواد الأعمال المنتدى العالمي الوحيد لرواد الأعمال وفي سنة 2015 كانت هناك ما يعلق عنه الإعلان المنامة أو المنامة ديكلاريشن وتوصياته رفعت إلى الجمعية العامة والجمعية العامة أقرت هذا المنتدى وأنه تكون السكرتارية الدائمة هي في مملكة البحرين صحيح وإحنا بنرعى هذا المؤتمر كل سنتين في 2017 أيضا نفع الشيء وكان حتى جاء رئيس الجمعية العامة جاء من نيويورك لمدة يوم واحد لحضر الجلسة الختامية واستلام إعلان المنامة التاني لريادة الأعمال وطبع عنده كان كله برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ومنها تعزز دور البحرين في العالم برؤية النموذج البحريني الحين يطبق في أكثر من 52 دولة فأنا زي ما تكلمنا قلنا أنه هي مبنية على السلام وتعزيز السلام والأمن والسلام والأمن حدا من نقول أنه السلام والأمن هي وجهة لعملة فلازم تكون هناك التنمية عشان أنا تكون عندي ديمومة للسلام والتنمية للسلام ديمومة للسلام لابد أن تكون عندي التنمية الاقتصادية فهنا توأمت فكر ونظرة صاحب السمو السلام ويجب أن يعادل مباشرة التنمية ولذلك اليوم يطبق هذا النموذج في أكثر من 52 دولة بالنموذج البحرية فأنا هنا توأمت السلام بمعادلته بالتنمية المستدامة لأنه لن يستقر السلام إن لم تكن هناك تنمية مستدامة دكتور تحدث عن السلام وعن التنمية المستدامة وبقي الضلع الثالث في هذا الثالث وهو حقوق الإنسان والبحرين دكتور من أصل تسع يعني اتفاقيات صادقت على سبع اتفاقيات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسنتها كتشريعات محلية كيف حققت البحرين ذلك وكيف انعكست حقوق الإنسان في البحرين على وضحها الأممي طبعا دعنا بس انتكلم موقع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظ الله ورعاه باعتبار رئيس الوزراء هو الذي يرسم السياسة العامة وهو الذي يقوم على الإشراف على الجهاز الحكومي وهو من ضمن هذه الأمور التي يقوم بها الموافقة على التشريعات الوطنية وأيضا الحكومة توافق على المعاهدات الدولية ونفس ما تفضلت البحرين صادقت على سبع اتفاقيات من أصل تسع اتفاقيات وأصدرت الكثير من التشريعات التي تتعلق بحقوق الإنسان على سبيل المثال حقوق الطفل مكافحة الإجاب بالأشخاص على سبيل المثال قانون الأسرة الموحد حماية البيانات الشخصية الضمان الصحي على سبيل المثال وهي كلها تشريعات تعزز نتيجة للجهود التي أولتها الحكومة في التصديق على هذه الاتفاقيات ممن عكس إيجاباً على الوضع الداخلي في صدور هذه التشريعات أيضاً البحرين يعني جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة فيما يتعلق الدعم الذي يوليه للعمل الحقوقي والشأن الحقوقي لا أثر يحدث عليه يعني البحرين حصلت للعام الثاني على التوالي على التصنيف على التصنيف من وزارة الخارجية الأمريكية في مكافحة الإجار بالبشر وهي تعتبر الأولى في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا فهو دائما يعزز هذا الأمر أيضاً البحرين أيضاً يعني تم انتخابها في مجلس حقوق الإنسان وهذا ما يعزز مكانة البحرين والدليل ذلك أن هناك قيادة تعمل على إرساءها وتقدم مبادرات تعمل على إرساء وحماية حقوق الإنسان هذا العمل كل التي تقوم بها الحكومة الجبارة هو عمل ليس عمل يعني فردي هو عمل جماعي طبعاً ولكن في قيادة حكيمة هي التي تقوم بهذا العمل هي التي ترسمها الاستراتيجيات وترسم التصورات وتضع الخطط العامة في هذا الأمر ومن ثم يحدث الأثر اللي نحن ياسين انتكلم على هذا الأمر جميل رح نواصل الحديث إن شاء الله لكن نشاهد الآن إنفوغراف يتضمن ردود فعل دولية ليوم الضمير العالمي تلك المبادرة التي تفضل بها ورفعها إلى الأمم المتحدة صاحب السؤال الملكي رئيس الوزراء المؤقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيضا ينضم إلينا المحامي الأستاذ عمار الترانجة أمين سر مجلس ومناء مركز المنامة لحقوق الإنسان مساء الخير أستاذ عمار وكيف تقرأ في البداية احتفالية الأمم المتحدة والعالم أيضا بيوم الخامس من إبريل كيوم للضمير العالمي مبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان والله يشوف هي رسالة وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر إلى العالم تشكل وثيقة تاريخية هامة ويمكن اعتبارها الوثيقة الأولى على مستوى العالم للضمير العالم وأن تسليط الضوء على مثل هذا الانجاز العالمي والدولي الذي يضاف إلى مملكتنا الحبيبة وإلى قيارتنا الحكيمة وإلى شعب البحرين كافر على اعتبار براف عرايته في المحافلة الدولية وهو بلا شك رصيد يضاف إلى مقام صاحب الجلالة الملكي المفدد وإلى صاحب المبادر السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر وإلى ولياء أحد الأمين لما يولون من اهتمام ورعاية خاصة بحقوق الإنسان ولكل لابد أن يعرف أن مملكة البحرين وقيارتها الحكيمة دائما تباطة في عجلة العمل الحقوقي والتطبيق الفعلي لهذه المبادر على أرض الواقع وتحفيز بهدف نشر قيم السلام والمحبة والتعاون الذي يسهم في تحقيق عالم آمن ومستقر وهذه المبادرة تدعم الاستقرار والرصاة وقامت علاقات سلمية ومدية بين الجول وشعوبها على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا من غير تميز وتعتبر هذه الرسالة التي وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر اجتملت مواقف حكيمة ورأية متكاملة لسموع عن قضيعة التحديات التي يواجهها العالم وآلية تعزيز مجالات التعاون الدولي وبالتالي خاصة لما نعيش في الفترة الرهنة من ظروف استفنائية حرص سموه بشكل مسبق وكأنه لدي رؤية مستقبلية ثاقبة على اعتبار تطبيق هذه المبادئ والحث على أحياء الضمير العالمي من خلال تفعيل مبادئ حقوق الإنسان لرعاية للشعوب وحفاظا على الحريات وعلى حقوق الإنسان بشكل دقيق وهام وبالتالي يعني هو ما يعكس رؤية سموه وحرصه على الحث على العمل بهذا النهج وأكد من خلال ما أرسى من هذه الفكرة بأنه لابد من ضرورة اشتراك جميع العاملين في المجال الحقوقي وحف جميع منظمات المجتمع المدني على العمل بشكل دؤو بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين وحرصه الدائم على مشاركتهم في الفعاليات المصوبة التي تعزز تلك الثقافة لإحياء مسألة الضمير العالمي خاصة أمام تحديات كبيرة يعني العالم قاعد يواجهها سواء كانت حقوق أو أو حالات فقر وهو مكان حرصه شديد على أساس أحياء هذا الضمير لدى الكثير من الدول وأكد سموه على تكاتف الجميع بالحرص وتنفيذ هذه المبادئ اللي هو يعني توجه فيها وعساها من خلال تخصيص هذه الفعالية إلا هو اليوم الخامس من أبرى اليوم العالمي للضمير كل الشكر لك الأستاذ المحامي عمار الترانجة أمين سر مجلس ومركز المنامة لحقوق الإنسان شكرا لك سيدي أرجع لك دكتور هاشم شهدنا قبل قليل في هذا الانفغراف الذي حمل الأراء الدولية التي رحبت وحيت هذه المبادرة التي نعكست يوم للضمير العالمي كيف تجد هذه الآراء التي تعكس التقدير العالمي لصاحب السمو الملكي شفناها في السابق جوائز أوسمة دكتورات فخرية العالم كله احتفى بشخصية سموه نعم في الحقيقة أيضا هناك جائزة مهمة جدا كانت أيضا بالفكر صاحب السمو هي جائزة السكن مع منظمة اليون هابيتات منذ الأموة التحدة للسكن جائزة الموئل نعم تعرف أنه من التنمية الأساسية الإيواء اللي هي السكن لأنه يحطيك السكن المكان الكريم التي يحفظ لك كرام كرامة الإنسان ومن ثم الصحة والتعليم هذول ثلاثة أساسيات في التنمية كبداية ونشوف ننتقل إلى التنمية الاقتصادية سكن صحة وتعليم يعني هذول الأساسيات بس السكن هو الأساس هو الشلتر فكانت جائزة صاحب السمو الأمير خليفة كانت هذه أول جائزة في العالم تحتى لأفضل المشاريع التي تحفظ كرامة الإنسان بالإيواء بالشلتر فدي طبعا تضاف إلى الجوائس المقدرة إلى صاحب السمو لكن زي ما قلت التنمية أساسة هي السكن الصحة والتعليم فدي أيضا ستشمل في كل ما نتكلم عنه عن يوم الضمير العالمي أنه لمحاربة الفقر والصحة التي نتكلم عنه في أيامنا هذا والآخره أنه هي الضمير العالمي بدعم الفقراء بإيجاد سكن ملائم لأنه أنا بعد ناحة إنسان سكن سكن الملائم معناته تكون في المياه النظيفة معناته تكون في كل ما له علاقة بالمعايير الصحية في هذا السكن بذل بشكل مناسب ومن ثم أنتقل إلى كل ما له علاقة بالتنمية إحنا أملنا سلام وأخاء بين المجتمعات والأمن ننتقل إلى التنمية بالسكن لذي ما قلتها جائزة مقدرة وجائزة يعني معروفة عالميا لأفضل المشاريع والآخره ومن ثم ننتقل إلى التنمية الاقتصادية اللي احنا تكلمنا عنها أيضا وحقوق الإنسان أنا أعتقد أنه هذه أول سنة نحتفل نحتفل باليوم لكن أتمبسك كثير من المبادرات وكثير من البرامج والآليات عبر يوم الضمير العالمي للأمم المتحدة أنا أحب أن أخذ رأيك أيضا دكتور كمسؤول أممي اليوم العالم كله يتحدث عن حقوق الإنسان ويعني يعني يختصر حقوق الإنسان في حرية التعبير الديمقراطية الحرية في ممارسة الأنشطة يعني بلا قيود وما إلى ذلك لكن فيما نمر به اليوم من أزمة عالمية وجائحة صحية أيضا بيّن بما لا يدع مجال الشك بأن حقوق الإنسان اللي تكلمت فيها قبل قليل التعليم الصحة والتنمية ويسبق ذلك الأمن اليوم دولنا مثل البحرين والمملكة العربية السعودية ونتكلم عن الإمارات والكويت وغيرها بالفعل ما قامت به من جهود كبيرة في احتواء هذه الأزمة والتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والمساعدات الاقتصادية لمواطنيها أثبتت بأنها تضع حقوق الإنسان بأولوياتها كما ترى هي بالفعل حتى منظمة الصحة العالمية قالت أن البحرين هي من أفضل الدول اللي عملت خطة كانت مسبقة ويمكن هذا حال من انتشار هذا الوباء اللي يبعدوا عننا إن شاء الله بين كل سكان البحرين يعني مواطنين ومقيمين نعم هذا حق من حقوق كل من هو في مملكة البحرين كان مواطن أم كان مقيم ونقدر طبعا الجهود نحن حتى كمسؤولين أمميين في البحرين الجهود اللي قامت بيها الدولة كان من المزارات المختلفة من الجهات الإمنية من الجهات الصحية على أساس أن نتوفر الحماية والأمن الصحي لكل من هو موجود على أرض البحرين والله الحمد يعني قامت البحرين بفريقها على أكمل وجه لله الحمد الأمن نفس ما تفضل يعني لو تسمح لي الأمن هو أساس تنمية أساس عجلة التنمية دون أمن لا يكون هناك تنمية نفس ما تفضل أستاذنا فلذلك الأمن إذا تعزز يعزز جميع المجالات لك من جميع الحقوق سواء الحقوق الجيل الأول أو الجيل الثاني أو الجيل الثالث فهو أساس التنمية المستدامة فالأمن هو أساس كل شيء لذلك البحرين تحرص على أولوياته أن تعزز من هذا الأمن لأن ينعكس على باقي على كل الأمور الأخرى تكلمنا قبل قليل دكتور بدر عن الاتفاقيات اللي يعني انضمت لها وصادقت عليها مملكة البحرين وهي سبعة من تسع اتفاقيات حقوقية انعكست ولا يعني بدون شك إلى تشريعات محلية هذه التشريعات تنفذ عن طريق قرارات كيف تحقق ذلك على المستوى الوطني وكيف كان أثرها طبعا يعني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان كان حريص كل الحرص على أن يعزز البنية التحتية في هذا الأمر طبعا تعرف التصديق على الاتفاقيات تحتاج إلى تنفيذ وهذه التنفيذ يحتاج إلى تصورات وإستراتيجيات لذلك صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة قرار بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والتي هذه اللجنة قامت بوضع تصورات وعرضت على الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أيضا وضعت خطط عمل لهذا الأمر وكيفية إعداد التقارير الوطنية التي ستقدم حسب كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات أيضا هناك قرار جدا مهم وهو قرار قلمة ما نتناقش عنه وهو إنشاء ويتعلق أيضا بمسئلة السلم وهو إنشاء صدر مرسوم رقم 39 لسنة 2014 وهو المتعلق بإنشاء لجنة القانون الدولي الإنساني التي هي برئاسة معالي الشيخ خالد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهي لجنة مختصة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني أي ما يحدث داخل المنازعات بالنسبة للأسرة والنسبة للمحاربين والنسبة للأشخاص الذين يكفوا عن القتال هذه أيضا يعني كلجنة ليس حقوق الإنسان في مملكة البحرين مطبق فقط وقت السلم بل أيضا وقت الحرب وهذه اللجنة هي المختص موأمة التشريعات وموأمة مملكة البحرين بهذا الأمر وهم كما نعرفهم من الواقع اتفاقيات جنيف الأربعة الصادرة 1948 طبعا 49 فهذه هي بهذا الأمر نعم كل الشكر والتقدير لكم مع لما تفضلتوا فيه ساعت وشرت بوجودكم معنا اليوم في الستوديو شكرا للاحتفاء بهذا اليوم يوم الضمير العالمي الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة المتحدة التنمية الصناعية اليونيد شكرا لك سيدي أيضا سعد الدكتور بدر عادل محمد أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين شكرا جدا شكرا لك شكرا لك شكرا لك إذن مشاهدينا في الختام يبقى الضمير الذي يحتفل بيومه الأول هذا اليوم قيمة يمكن أن ترشد المجتمع الدولي إلى حقبة حقيقية يتمتع فيها الجميع بالحب والسلام والكرامة الإنسانية وإن مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقع حفظه الله شكلت فرصة لتعزيز أهمية قيمة الضمير لجميع شعوب العالم وقاعدة لانطلاق الجهود الجماعية الدولية التي تستهدف تحقيق عالم أكثر أمنا وسلاما واستقرارا شكرا للمتابعة في حفظه الله